ازاي نشخص حالة انيميا دي بنسميها clinical diagnosis of anemia او التشخيص الكلينيكي للانيميا بنلاحظ الشحوب شحوب الجلد بالسكن ودي بنقول عليها بالور علامة مع العلامات مهمة جدا يبقى بالور شحوب طيب الشحوب ده مش بس بيكون موجود في الجلد ده ممكن موجود في اي مكان في الجسم زي الميوكس من برينس زي الكونجانطايف يعني لو نلاحظ هنا في الصورة الابنى للجفن بتاع الهين هنلاحظ الجزء ده اسم الكونجانطايف الجزء ده مفوق ما يبقاش لونه شاحب كده لا ده لونه احمر لو لقنا بيل معناه دي علامة من علامات الانيميا ونعتبرها more reliable than skin طيب ساعات كمان نلاقي لون مهم جدا اللي هو اللون الاصفر وده بيكون موجود في الاسكليرة بياض العين وفي الجلد لما يبقى موجود بنسمي المرض ده جوندس جوندس وده بيبقى موجود في نوع معين من انواع الانيميا اسمه هيموليتك انيميا نوع خاص هندرسه بالتفصيل يحصل فيه التكسير لخلايا الدم الحمراء وخروج مواد من خلايا الدم الحمراء المكسرة المواد دي بتزيد في الدم وبسبب لنا صفار في العين وصفار في الجلد ساعات يكون فيه علامات مميزة لبعض انواع الانيميا مثلا في الصورة اللي احنا شايفينها دي بنلاحظ الضافر داخل لجوه بنسميها سبوننج عامل زي المعلقة سبوننج لها اسم تاني باللاتين اسمها كولينيكيا كولينيكيا او سبوننج نيرز دي كاركترستيك للآيرون ديفيشنس انيميا مرتبطة ومميزة علامة مميزة لانيميا نقص الحديد اشتركوا في القناة